أهلا وسهلا بكم لدورة أساسية التصميم ببرنامج إنكسكيب هذه الدورة ستكون على شكل حلقات من الدروس نعمل من خلالها على الإلمان بالذاتية التصميم ووضع أولى خطواتنا نحو التصميم الاحترافي الدورة لا تتطلب أي معارف معلوماتية مسبقة يمكن لأي شخص تتبعها حتى البرنامج الذي سنستخدم في هذه الدورة برنامج إنكسكيب وبرنامج مجاني مفتوح المسطر ومتوفر على توزيعات لينوكس ويندوز وماك درس خاص به كيفية تحميله تثبيته سيكون منفرد هذا الدرس أو هذا الفيديو هو تقديمي فقط فيديو تقديمي لدورة أحاول من خلاله أعطاء نظرة عمالي الدورة وكيفية التعامل مع الدروس التي ستكون فيها والمنهجية المتابعة فيها الدورة كما قلت ستكون على شكل حلقات من الدروس كل درس له هدفين أو أغلبية الدروس سيكون لكل درس منها هدفين هدف تعليمي نتعلم فيه أو نتعلم منه بعض التقنيات والأدوات الخاصة بالتصميم في برنامج إنكسكيب وهدف تطبيقي نطبق أو نستغل تلك التقنيات والأدوات التي تعرفنا عليها للوصول نهاية كل درس لتصميم معين أنتم يمكنكم الاستفادة أكثر من الدروس عن طريق أولاً تتبع التطبيق كما أقدمه أنا أي للوصول لنفس التطبيق أو لنفس التصميم الذي أصل له أنا في كل درس بعد ذلك يمكنكم استخدام تلك المعارف التي تعلمتم لتصميم أشياء أخرى تصميم أشياء خاصة بكم التطبيق والتجربة مهمين جداً في التصميم التصميم الإنمان بتصميم والاحتراف التصميم تحتاجون أولاً لمعارف أي تعرف على أدوات تقنيات خاصة بالتصميم في برنامج إنكسكيب وأيضاً جانب من الإبداع المعارف والتقنيات تتضلل بمشاهدة دروس قراءة دروس أيضاً مقالات وما إلى ذلك والإبداع يمكن أن يكون فطري ويمكن أن يكتسب بالتجربة إذن هذه كانت كيفية الاستفادة أكثر من هذه الدورة ومن دروس هذه الدورة لو كان هناك تتبع لو كان هناك اهتمام يمكن أن نصل بعد الأساسيات لبعض المشاريع التي يمكن أن تنفع المجتمع العربي على مستوى الأنترنت التصاميم يمكن أن تكون على شكل أي نعمل فيها على شكل مجموعة لكن هذه الأشياء يمكن أن نتركها حتى الانتهاء من الأساسيات ولنرى كيف ستكون هذه الدورة وكيف سيكون التتبع لحد الآن تم تسجيل حوالي عشرة دروس من هذه الدورة دروس جاهزة سأعطيكم الآن فقط نعمل عفوا نظرا عن بعض أو ثلاث أمثلة أو اثنين لبعض التصاميم التي ستكون في الدروس الأولى مثلا هذا التصميم هنا بعد درسين أو ثلاثة ستكون لكم المعارف الكافية لتصميم لتصميم شكل على هذا الشكل هنا تصميم أخرى في دروس الأولى مثلا هذا التصميم هذا أيضا وهذا التصميم تصميم الساعة سنتعرف عليه أيضا سنرى بالتطبيق هذا التصميم هو الذي رأينا في الأول تصميم أخرى لن أريها الآن حفاظا على بعض التشويق إذن الدروس سأعمل على إدراجها أو نشرها تدريجيا في الأيام المقبلة ابتداء من هذا الدرس يكون أول درس كما قلت في فيديو التقديمي بعده ستكون درسين نظريا نتعرف في الأول على مفهوم التصميم الشوعي التصميم النقطي الفرق بينهما لما اخترت برنامج انكسكيب بعد ذلك سنتعرف في درس منفصل عن برنامج انكسكيب كيف نثبت وكيف نحمله على ويندوز لينوكس والماك وبعض المناولات الأولية عليه لنبدأ مباشرة بعد ذلك في أولى تصميماتنا كما قلت لحد الآن حوالي عشر دروس للاطلاع عليها أو لتبقوا على الطلاع بمواعد نشر كل درس ولتتابعوها مباشرة بعد نشرها يمكنكم الاشتراك في قناة المجمع الإعلامية على اليوتيوب يمكنكم أيضا متابعة المجمع موقع المجمع تكون المواضيع الأخيرة هنا ويمكنكم أيضا متابعة المجمع على فيسبوك وتويتر تجدون هنا أهلا أو جوجل بلس تجدون هنا أهلا رابط لحسابات المجمع على هذه المواقع طيب كانت هذه النقطة التي أريد الإشارة لها في الدورة التقديمية أتمنى أن تكون هذه الدورة مفيدة لكم يمكن لمن أراد نقلها لأي موقع يريد لأي منتدى لا يهم أن يذكر المصدر أو لا يذكره المهم أن تصل لأكبر حدد ممكن من المهتمين إذن نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله سيكون أول درس لنا في هذه الدورة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر